موسيقى ضيفنا هلأ مشاهدينا تينار ومؤلف موسيقى لبناني حقق نجاحات كتير عبر سنين واللي يميز مسيرته الفنية من البداية هي الرسالة اللي حملها معه رسالة السلام السلام اللي كان رسله أجمل ألحانه وغنيله بلغات عديدة واليوم عن السلام أو للسلام عم بيغني وحدة من أجمل المقطعات الموسيقية آريا إلوتشيفان لستلي هو رح يخبرنا عنها العمل وعن كل مسيرته الفنية تنور والمؤلف الموسيقي جابي فرح أهلا وسهلا فيك جابي شرفنا بستوديواتنا بعرف أنه مسيرتك طويل كتير والأعمال اللي قدمت أكيد وقتنا ما بيسمح أنه نحكي عنها كلها ولكن رح نحكي هايلايت إذا بدك أو عن أهم الأشياء اللي قدرت تقدمنا إياها عبر سنين أسماء كبيرة مدحت فيك كمان عبر سنين جابي أسماء مثل زكي نصيف وديع الصافي اللي يسميك بطل وكمان بمجال الأوبرا ميكايالا منجيرس وبلسيدو دومينغو قال عنك صوت نادر وكبير هالمديح شو بيعني لك؟ المديح أول شي بوجور بتشكرك لها المقابلة الحلوة بتشكرك عن تيفي المديح بالنسبة لي هو بس استيمولان حافظ أن يشتغل أكتر لا أقدر حافظ على هاللقب هيدا أو هالمديح اللي قالوا لي ما بقدر أقول أنا أني وصلت بشي بأي شي الإنسان بدو يشتغل بدو يحقق النجاح إلا ما يكون عم بيشتغل على طول على ذاته على الهدف يلي هو بدو يوصله بشكرون أول شي خصصوني بشي كتير حلو بس بالنسبة لي أنا لأ ما بيأثر عندي اتميزت جابي من البداية بالغناء الأوبيرالي وكمان بتأليف الموسيقى وين كانت البداية لألك بأي من هالمجالات؟ صراحة اتنين سواء أنا درست بالأساس بيانو بعدين لما شفت أنه في موهبة أهلي طبعا بس كنت صغير كنا عم راش سنين بداياتي فضلوا أني أدرس هذا الشي بالنسبة للأوبيرا بالنسبة للأوبيرا إجت طبيعيا لأنه صوتي بيلبق له هيدا شي كنت كمان عم بدرس شرقي بذات الوقت بس الأستاذة يلي هو شاف فيها الصوت الكبير وجه له الخير أستاذ فؤاد عواد بوقتها بالكاسليك بقى قال لي جابي حرامت لازم تعمل أوبيرا معنو ليلى اللي بيختاروا هالفن بالبنان؟ ليلى اللي بيختاروا طبعا هي صراحة الأوبيرا شغلة فورم من أهم فورم ميزيك نعملت ليش أنه بتجمع الدراما بتجمع الدانس بتجمع البويتري بتجمع كل أنواع الشعر كل أنواع الفنون بفن واحد وهي فعلا البالكانتو صعب كتير أنه إنسان يتوصل يغني بالكانتو بده سنين دراسي وسنين اكسبرينس بس أجمل وأسمى طريقة غناء يلي بدأ بصميم الإنسان حتى لو ما فهم شو عم بيقول الشخص عم بيحس أنه عم بيتفاعل مع هالموسيقى معبرة جدا لدرجة أنه مننا بحاجة لنفهم اللغة صحيح وأنا بحيي الفانس طبع اللي هني أكتر شي تلميزة يلي بقلون هاي لأنه فعلا في جناس بتحب الأوبيرا اليوم وبتحب أنا تسمع أوبرا بس كيف تتقدم للأوبيرا؟ أنا عندي شغلي كتير ممي بقول في شي جمال بكل ستايل ممكن إنسان يلاقي فيه بالرك في جمال بالبوب في جمال بالداب ستاب في جمال بالأوبيرا في جمال وفيه بنفس الوقت وجربتهم كلهم جابي بدنا نحكي عن تلميزك عن التعليم عن التلحين وعن الأوبيرا وعن السلام أكيد بعد هالوقفة الأسيرة نرجع مشاهدينا للحديث مع التنور والمؤلف اللبناني جابي فرح جابي كنا عم نحكي عن الأوبيرا ليش اخترت الأوبيرا وكيف هالغناء هو الأساس لكل أنواع الغناء وكل أنواع الموسيقى لأنه منها انطلقت وجربت وقدمت كتير أعمال بمجالات موسيقية أخرى صحيح أنا بطبيعي برفكسونيس شوي بحب بحب فوت على الأمور على جزوره نعم وهذه الشغلة فعلا بتأخر الإنسان شوي بمسيرته بس بصير عنده شمولية معي أنا بحب هيدا الشيء لها السبب الأوبيرا هي أساس كل غناء يالي بدو يغني عربي يالي بدو يغني أجنبي يالي بدو يغني أي ستايل كنتريان وسترن بدو يغني أي شي بدو يكون عنده باز تكنيك غناء بيقولولا هالثي فوكل بروداكشن يعني الطريقة الصحيحة والصحية لإنتاج الصوت للأسف مش الكل بينتبوا لهيدا الموضوع وبيقولوا أنه نحنا بدنا نعمل شغل يلا زابطة مع فلان وأنا فين يصرخ يلا بطلع بصير صاري لا في أصول لكل شي حتى إذا كان واحد بدو ينقل على بوب على روك على أي شي عنده الباز الصحيحة فبيقدر يطلع بشكل من دوم ما يقزي صوته ومن دوم ما يكون صوته كمان مش مزبوط لأنه فيه كمان ديكسيون فيه انتربريتاسيون فيه كل هالأمور اللي بيقولوا له إلقاء وتهذيب الصوت حضرتكم حضرتكم بتعرفوا كمان هون عم تشوف بعض الزقطات من وقفتك على المسرح إذا بدي أشمل العمال اللي قدمتها جابي فيه يقول بكل تأكيد أنه سقافتك عالي جدا بين الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية ومؤلفاتك منوعة بتشمل الموسيقى الأفليم والمسلسلات التليفزيونية أغاني كلاسيكية فولكلورية شعبية وموسيقى الإعلانات المحلية والعالمية وحتى لحنت لباقة من الشعر اللبنانيين ليش هالتنوع؟ ليش ما ركزت على الأوبرا؟ ركزت على الأوبرا بس أنا شفت أنه بلبنان في صعوبة فعلا أنه واحد يعمل كريار في صعوبة جدا إذا كان إنسان عنده وزنات وقادر يعطي فيها بهالمجال وصمرت وصمرت عطيته وقته الكامل مش غالط الإنسان إذا كان عنده شمولية بس يا ترى إذا دارس مضبوط إذا عنده الموهوة بفيون بالأساس وإذا قادر يعطي إذا كان هالشيء لقى استحسان والناس حبت هيدا الشيء ليش لا؟ بس أنا يلي بعترض عليه دايما هو أنه إنسان يتمرن أول بدايته به دينين الناس هيدا أنا ما رفضتها فضلت أشتغل على حالي أسئل حالي بعد أكتر اشتغلت مع أعظم الأساتزة إلى أنه وصلت أنا بموهبتي لهيدا الشيء وطبعا أضفت باللي اللي عندي أنا وحبيت أني وصال على لي نعم نعم جابي السلام كان الهايلايت إذا بدك أو النجم مسيرتك الفنية طوالها سنين وحاولت تجسد هالشيء بمعظم الأعمال اللي قدمت إن كان غناء أو تأليفا اليوم عم بتغني للسلام آريا رائعة بعنوان الويتشيفان لستلي لبوشيني حبرنا أكتر عن هالعمال أنا من بداياتي بأنني قدم صوتي كانت بسنة الألفين كان عندي مشاركة بمهرجان بألمانيا كان هذه بداية لفعلا أنه نحن نحكي ونغني السلام بعدين بقى فين وخمسة بفرنسا بمهرجان السلام كان عندي مشاركة أنا وعيلت وحتى ابني كان عمرك نعم ست سنين كمان خليت هو طلب مني قال لي بابا أنا بدي غني معك نعم خليت هو يغني معي كمان ونسكر أنه زوجتك هي سوبرانو الشهيرة جورجيت سوايا فرح جورجيت سوايا فرح نعم ابني ومدامتي هني كانوا كتير الدعم لألي لأني كفة يلي بدي أقوله هو أنه مع عائلتي درت أنا أصال للعالمية لأنه الإنسان ما بيقدر بشكل أو بآخر يقول أنه أنا وحدة فيه أكيب عمل طويل وهون بدي أشكر كتير ناس من أحوالي يلي فعلا آمنوا ووسقوا فيي مرورا من أهلي لكي لكل الناس اللي عم بشير الأنوية هوا اليوم واللي هني ساعدونا حتى نوصل لهالموضوع بدي أرجع على على إلو تشيفان لستالي إلو تشيفان لستالي هي آريا بدي فسر ثلاث نواحي شوي لحتى نفهم ليش نقاينها هون بحيي كمان المبدعة سوزي الحاج يلي هي كان إلى الفكرة أن تجمع ما بين الأوبرا وشاف أنه شافت أنه صار مرور مئة سنة على الحرب صحيح أتبت بمناسبة مرور مئة سنة على اندلاع الحرب العالمية الأولى كتحية لأروح الشهداء اللي سقطوا بوقته وكمان للشهداء اللي عم نخسرهم اليوم للجيش اللبناني وكمان المتنيني مزبوط، وشهلة كتير مهمة هي أنه هالأريا هاتي كتبها بوشيني شوي قبل الـ114 وبعدنا نصرخ زيت الصرخة هي ليشها الـ أريا لأنه الأوبرا بتوصل بتوصل هذا الاحاسيس للناس المتلقين بي ألو تشيفان لستالي بالظبط أنا بحب غنيها وأبو فاروتي ختم مسيرته الفنيه فيها كانت أخر آريا وهدي فعلا آريا التانورات والعالم كلهم بيتحضروا لحتى يغنوا ويقدموا نحن ربطنا هذا الشي مع قصة بوتشيني يلي هي دايما القصة بتتكرر أنه حبيبين أو رفقين بتفرؤون سياسات العنف لأنه نفس القصص نفس الترمينولوجي من زمان كأنه تاريخ عمبايدنا لأنه سياسي هيدا معفلين وهيدا معفلين حبيبه حبيبته بيكون بيبقى هو رسام بالقصة الأدوار بس طبعا نحن عملناها بشكل معاصر وإذا بتشوفوا بالفيديو كليب بتلاقيوا أنه في انفجار نحن في عنا انفجارات وللأسف أنه بعدنا الهلاء ما تعلمنا من هالمواضية وبعدنا صلنا على الأمر صلنا على المريخ بس بعدنا بالسلام ما قدرنا خطينا خطينا خطوة وحدة لقدين بعدنا منرجع مئة سنة لأورا فإذاً لوتشيفان استلي تحية محبة وتحية سلام خلينا نشوف الفيديو كليب اللي عم نشوفه حاليا على شاشة اللي عم تيوي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رائعي يا جابي كتير حلو بدنا نحكي عن عدة أشياء بس بدأي أخذ رأيك بالشغلة وكأنه في زاهرة عم نشهدها بالسنوات الأخيرة باللبنان وين ما عم نتوجه مطاعم ونايت كلابز وملايهي منلاقي فيه أشخاص بيدعوا أنه هنا تنور أو متخصصين بها الغناء. ما هي الموضوع؟ تكون خيبة أمل للأسف لمعظم الناس. بتأسف أنه أوقات تكون خيبة أمل. بس أنا بدأت خبر الناس عن الأوبرا. أنا كنا لدينا باند روك وكان لدينا كل شيء. كمان كنت دايماً خصص الناس بقطعة أوبرا. بس من هديك الوقت. بس بدي خبرك شغلي أنه كتير منيح أنه كلهم عم يجربوا يقربوا على الأوبرا. أنا بشوف فيها شغلة كتير حلوة. إيجابية. خلي الكل يتبيروا بهذا الموضوع. بس عشرة عشرة يدرسوا ويسقلوا حالهم ويشتغلوا على صوتهم وعلى سقفتهم قبل كل شيء. يعني اليوم حيالا شخص بيقدر يسمي حاله تنار يعني بيكون ما بعرف عمره 22-23 سنة. هل هو مؤهل أنه يعطي حاله هالتيتر أو هاللأ؟ هي التنار كلاسيفيكاسيون لنوعية صوته علو الصوت. بس أنا اليوم إذا بدي أقول أنا ملك صرت ملك إذا مني ملك. نعم. بدي أكون ملك بدي أكون مسقف بدي أكون شغل عحالي شغل صوتي عارف شو عم بعمل. بديت بالكلاسيك انتهيت بالموديرن غيرت طورت عملت البدية بس بشرط كون عارف حالي شو عم بعمل ودرست. ما في شي بيصير بلا أنه الإنسان ما يصقلوا. ما ممكن واحد يسمي لحاله يحط ليبل ويمشي أنه أنا هيك. أوكي حلو حلو أنه واحد يكون عنده الطموح بس كمان لازم تشتغل على حالك. أنت اليوم عم بتحاول تنقل ثقافتك وإن شاء الله موهبتك للجيل الجديد من الموسيقيين. ليش اخترت رسالة التعليم؟ التعليم اخترتها مش لرسالة. الرسالة بتكون من ضمنها. بتكون من ضمنها لأنك عم بتواجه جيل جديد جيل طالع جديد حلو الإنسان يبس في روحه المواطني. صالحة روح الروح الوطن روح السقافة. هذا اللي بميزة كمان جابي أنت عم تشتغل على تلميذك أخلاقيا كمان يعني عم تزرع فيه المبادئ. عم نفتقدها للأسف مع مرور سنين. بجرب عم جرب ديما بيقولوا أنه أنت شو عم تعمل للسلام شو هالخطوة هاي. هلأ نحنا عبر 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 موضة يلي إن شاء الله بيكون عنا موضة هي كوميونيتي. نحن عم نشتغل لبس ثقافة السلام عبر الجناس. من بلتك زو أم كيل؟ لا مش بس من بلت زو أم كيل. طبعا ببلت زو أم كيل أخدت جايزة السلام. طبعا وأنا عملت له النشيد وغنيته وأنا ومدنتي. قطعت سورة شوي نشيد زو أم مدينة للسلام لأنه أخدت جايزة للسلام طبعا. ولكن نحن بموضة عم نشتغل لسقافة السلام عبر جيل جديد. عبر الأجيال الجديدة لأنه لما منزرع بالولد محبة وسلام ما بيقول. هل أنت وزوجتك وابنك؟ نعم نعم هايدي صحيح هايدي نحنا تلتتنا هوني كنا صحيح. نعم نحكي عن التلميذك. نعم نحكي عن لتلميذك. وقت قبير بناديكتوس على لبنان. عاملنا له ترحيب وقت غنية وكانت الكليب الرسمي اللي راح على الفاتيكون. وقت شاركنا في تلتتنا. نحكي عن رسالة او الرسالة تحاول تنقلها لتلميذك. برأيك من خلال الفن هل بتقدر تنشر رسالة السلام لسعيد كل حياتك حتى تنشرها؟ تنشرها الموسيقى سيف ذو حدين ممكن نستعمل الخير وممكن نستعمل للشر نحنا منقرر كيف منستعمل صوتنا كيف منستعمل موسيقيتنا كيف منستعمل ألحاننا نحنا اللي منقرر لهذا السبب أكيد أنا وبصر أنه نحنا منقدر نعمل شي عبر الميلة المنيحة عبر الخير بالموسيقى بدنا نشوف هلأ قبل ما يضاهمنا الوقت تحية قدمتوها للفنانة الكبيرة الراحة لويتني هيوستن ومنرجع منكمل صحيح موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة